النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة تسمى بحجة الوداع وحث النبي صلى الله عليه وسلم على المتابعة بين الحج والعمرة فالله سبحانه وتعالى اختار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر كل المرات الأربع التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذو القعدة وحج مرة واحدة تسمى بحجة الوداع وحج مرة واحدة تسمى بحجة الوداع بجوة الوداع